وعلى مدار ثلاثة أيام نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأتأتي ورشة العمل بمشاركة 27 دولة و 6 منظمات دولية وإقليمية لتعزيز أطر التعاون وتبدل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية انطلاقا من الدور الريادي والمحوري لمصر في مكافحة الإرهاب محليا وبمحيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي نظمت وزارة الداخلية بالتنصيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ورشة عمل تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة مسؤول وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ 27 دولة وخبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وذلك بمقر أكاديمية الشرطة موسيقى 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 ويقف أن الإجابة في بضع هذا المهند ومتبع كل هذه المعارضة والمعارضة المهندة والمعارضة المهندة أيضا يمتحون تحديث 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 التحديث ومتحسين تحديث المهندة المهندة أنا سعيد أن يرى أن هناك مقاعدة بالمعارضة في تحضير هذه التحضير بما في التحضير والمعارضة 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 وأيضا في التحضير المعارضة مصر دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب دورها مهم جداً تؤكد قدام العالم جميعاً أن إحنا قادرين في مستوى العربي والمستوى الإفريكي أن إحنا نتم تبادل المعلومات والتنصيف ما بيننا في أساليب إدارة هذه الجريمة ومكافحة هذه الجريمة ناقشت ورشة العمل المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الإقليمية والدولية والتهديدات الناجمة عنها والظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة فاضلاً عن بحث أفضل السبل لمكافحتها وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث استراتيجيات مواجهة تلك الأنشطة والحد من انتقال عناصرها قدر التعديل والتنسيق والضيافة من وزارة الداخلية المصرية وبدون شك هذا المؤتمر وشراك مع انترپول يؤدي إلى زيادة وزيادة وتعزيز تعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والأرى لكي من هذا المجانع هو أن تتزوج إلى الاخرين وميزنك كامل أس acoustic الاثرية التعليمات وممتتعه لتعديل تحديات حديثة وممتع الإجتماعات من العديد منجة لإمكانية كتابة في مانتظر حول الأعياء وممتع الانترستخدم الرجمات ومتدفع ومتبدع مع التعليمات عبر المشاركون عن تقديرهم للدور المحوري لمصر في مكافحة الإرهاب وضحر فلوله وبالتضحيات التي قدمها المصريون في سبيل ذلك ما أدى إلى حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر استطاعت مصر برجالها الأوفية محاربة هذا الفكر والوقوف ضده وصده وزيارتنا لمصر ونشوف كل هذا التطور وكل هذا العمران وكل هذا الدورة الاقتصادية الجيدة ما هو الا دليل على الأمن والأمان في هذا الوطن التوصية الأولى تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة بين الدول الأعظام وأوصت الورشة في ختام فعلياتها بتشجيع واستمرار التنصيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية كما أشهدت الوفود المشاركة بالجهود التنظيمية وطالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعما للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل ثانية بعد هذه ورشة العمل سيكون موضوعها الأساسي هو تواجد الإرهابيين وعصابات الجريم المنظمة بسفة عامة على شبكة الانترنت وآليات التصدي كذلك تشجيع كافة الدول الأعضاء على إحداث خلايا أو وحدات تقنى بتحليل المعطيات حسب قوائم السفر وقد نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين في ورشة العمل لمرافق ومنشآت أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية وكذا دورها في تدريب الكوادر الأمنية للدول الصديقة والشقيقة من خلال مركز بحوث الشرطة كما شاهدوا جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة والمتطورة داخل الأكاديمية وبرامج التدريب التخصصية لإعداد الكوادر الأمنية المحلية وأشهدوا بمرافق الأكاديمية التعليمية والتدريبية وتفاردها في مجال إعداد رجال الشرطة على المستوين المحلي والدولي والذي ينعكس على الآداء الأمني المتميز لرجال الشرطة المصرية